مواضع كثير مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الشطي وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة مساء الخير دكتور أحمد سعيد أن يتجدد اللقاء تلي عنوان آخر أحنا أسعد الله حفظك و شكرا لكم على تعاونكم المستمر للأمانة كلما طرحنا قضية معينة و وصلنا معاكم فدائما تلبون الدعوة فشكرا لوزارة الصحة و القائمين عليها الأمانة في تلبية هذه الدعوة وأنا أتمنى أن نصل إلى حلول أنت تعلم تماما بأن هذه القضية جدا حساسة دكتور و القضية للطرفين تحسس منها الذي مع أمه كبيرة الذي مع أبوه يلاقي الدكتور ما تفاعل معه ما قام خذ الإجراءات الأولية في الطوارئ مثلا الصحيحة و السليمة يصب غضب على هذا الطبيب الطبيب يفترض أنه في الطوارئ يستقبل أمية حالة نتيجة الضغط و النقص الذي موجود يستقبل ثلاثمية أو ستمية حالة أيضا هذا الطبيب بشر فأين تبين أن نتطلق في هذه القضية ما شاء الله أنت شخصت الحالة عموما أريد أن أوضح الاعتداء على الأطباء لا يعني أنه فقط الأطباء من الفريق الطبي أو الصحي هم المؤرضين و نقضى حايا من أطباء الأسنان و الصيادلة و حتى المعالجين الطبيعيين فكل واحد بالفريق الطبي حتى في المكتبرات و الممرضين أيضا و الممرضين ولا شيء يتعرضون لهذا الجانب إذا تكلمنا عن الاعتداء أو العنف في المنشآت الصحية فنحن لا نقصد فقط الجانب اللي هو الاعتداء البدني في الدراسات و هذا ممفيد أن نتذكر أن العنف في المنشآت الصحية ليست خصوصية كويتية ترى في جميع أنها عالم تطلع وتشخص لها ردود أفعال مؤخرا في الأسبوع الماضي قرأنا في أستراليا اللي يعتدي على واحد من الفريق الصحي قد يتعرض لسجن لمدة 14 سنة فتخيل العقوبة و الردع في هذا الجانب الشاهد في هذا الموضوع لما نتكلم عن العنف حتى الإشارة حتى الإيحاء حتى التحرش الجنسي هذا يدخل ضمن العنف اللفظة اللفظي هذا الجانب الثاني و البدني هو الجانب الثالث و حسب كل حالة بحالة قد تنتقل من الجنحة إلى الجناية الواضح في الأمر إذا أردنا أن نبحث عن الأسباب فهي متعددة هناك شيء يتعلق بالطبيب شيء يتعلق بالمريض و زواره و بالإدارة الصحية و المنشآة الصحية بشكل آخر إذا تكلمنا عن الطبيب نعتقد أنه مثل ما عندما نذهب ندرس بره يخضعونا لنوع من الدراسات التي من خلالها يتم التعامل مع تأهيل تأهيل لثقافة المجتمع تأهيل للغة العامية تأهيل الدكتور نفسه إيه يعني عندما تذهب لا يأخذوه فأقول له لا يعني ترى إذا أعطتك مثلا أيوز اسكتلندية كيف تكلمها إذا فلاح من ويلز كيف تحجها هذا يجب أن يصبح لديك حد أدنى عشان تواصل ليس فقط للتواصل ولكن حتى للوصول للتشخيص بأسرع وقت ممكن بدلها تحوس وسوف أحوصات والتشخيص قد يكون يعني بالطريقة العادية أنا أذكر البدو في الكويت كانوا يسمون لما تكلمهم عن الدرن تقول لش عندك يقول بالسابق يقول لك كان عندي تي بي تي بي اللي هي الدرن يعني يقولها بالإنجليزي عرف شغل كان مستشفى الأمريكي قبل فهذه من ضمن الأشياء ولا شك أن الطبيب يجب أنه يؤهل ويدرب على أنه إذا صار هناك أي احتكاك مع أي مريض المنهجية مالتاة لا يكون في رابح وخاسر أو منتصر ومهزوم لا لنزم أن نستوعبهم نحتويهم ونتعامل على أساس أن الكل رابح في هذا الموقف طيب دكتور أحمد أنتو تعملون حصائية على سبب هذا الاعتداء تشوفون السببية اللي أدت لهذا الاعتداء البعض يقول لك أني أنا لما رحت للدكتور المعني في الطوارئ أو غيري أو تابعت مع دكتور معين يا أخي عطاني علاج غلط كنت أخذ طول هذه الفترة علاج خاطئ عطاني إبرة خطئ نسمع بين فترة وفترة أخي راشد خنفرق بين الأخطاء الطبية وبين ظاهرة الاعتداء يعني آخر حادثثين آخر حادثثين اللي صارت في مستشفى الصباح الأولى بسبب كرسي زحمة دخل مريض كان معه مرافق بالزي الرسمي قال لأنا بقعد شاني يقول لأ ما عندي مكان قال طول سانة شاني يطلع بنادي الطبيب يا بنادي السيكوريتي صار عراق وكدمة ورضة وما إلى ذلك ودخل المستشفى نعم اللي قابلها يعني أنا آسف أني أقول هذا الكلام كان على مفتاح حمام في حمام خنقل الستاف في واحد أصر أن يفتع الحمام عشان هو يستخدمه في حمام آخر مثل هذه الأمور أنت ما ترقى إلى أن تكون تتكلم عن خطأ طبية تتكلم عن مراجع يجب أن يصير عنده نوع من الاحترام القانون الالتزام بالدور احترام الوضع اللي موجود بكتور شيء يذكر في هذه القضايا في بعض الشخصيات وهو نفس هذا الشخص نفس هذه الشخصية مو اللي قاموا بالاعتداء لكن بنفس هذه الظروف نفس هذه الشخصية اللي عندها هذه العدائية عندما يروح إلى مستشفى خاص ويكون دافع فلوس ينتظر بالساعة حتى مرة ينتظر بالساعة وما عنده أي مشكلة وهو دافع مبلغ وينتظر ومرتح جدا فبالتالي أحنا تكلمنا عن ضرورة أن الطبيب يكون مؤهل المراجع يجب أنه يعيش جو ياخذ في عين الاعتبار خصوصية المكان الزمان الزحمة على الرغم من التوتر وأنه آخر شيء يلجأ له اللي هو استخدام يده لأخذ حقه وهذه ثقافة مجتمع الأمن يعني في نفس الأسبوع هذا لما شابين اثنين اعتدوا على الرجال الأمن في المنفذ لأن حاولوا يتجاوزون الدور فمثل هذه القضية فعلا تحتاج إلى أن نفكر فيها أبعاء ببعد هذه ظاهرة ولا حالات فردية نتيجة التصوير اليوم اللي موجود يمكن هذا الشيء اللي قلنا نحن بالبداية موجود في السابق صحيح لكن ما كان يتوثر صحيح اليوم صار يتناقل ويتداول بين الناس لكن يظل خطأ ويظل وخطأ خطأ يجب أن ترسل رسالة للمجتمع أنه يا جماعة الاحتكام والاختصام يكون للقانون نحن نتكلم عن دولة قانون عن مجتمع متحضر من الخطأ الاعتقاد أنه الإنسان ممكن يأخذ حق قبيدة وبعدين صحيح خاصة أن الآن ترى العقوبة مغلضة مغلضة يعني إحنا الآن إذا أجاز القانون حماية الطبيب فنحن نتكلم عن يعني أول كان خمسين دينار تصير خمسمية وأول ست شر ستصير السجن ثلاث سنوات وطبعا إذا كان هناك عاها مستديمة ممكن تتضاعف وإذا تكررت من نفس الشخص ممكن أيضا تتضاعف هل تنتظرون تشريع هي الآن موجودة عند فتوى من التشريع تم دراستها من وزارة الصحة بعثتها لفتوى التشريع ومجرد ما تأخذ يعني الموافقة ستدخل لبيت التشريع اللي هو مجلس الأمة لإقراره على طاري القديم والحديث أنا أذكر لك مثال أنا تشرفت حقيقة بأنني كنت أمين عام الجمعية الطبية مدة 12 سنة أول ما استلمت كان الضحية المثالية ذكر غير كويتي يشتغل بالطوارئ دائما وقد يكون طبيب قد يكون مرد قد يكون أي واحد بس كان في حد أدنى أن الواحد ما يرفع عيدة على المرأة غير الكويتي للأسف يكون ضحية أكثر من الكويتي مع نهاية 12 سنة يتني طبيبة كويتية فهي أنثة مو في الطوارئ ولكن في الأجنحة خلال عملها تعرضت لنوع من الاعتداء ويد بدني فهذا يراويك أنه فعلا نحتاج أن نبحث عن جذور المشكلة والحوادث في ذاكرتي كثيرة يعني مرة من المرات زميل يفحص مريض وجود أهله قال لهم يا جماعة طلعوا بره بالغرفة لأنه هناك ناس يصبح لديهم حميمية يهي المراجع وراه خمسة تدخل الغرفة يقعدون حوالي 12 هذا لا يليق حتى بالرعاية المريض نفسه فلما قال لهم أتأخر قال لهم أنا أفحص هذه خصوصية لازم أعمله أخذ لهم بوكس بعينه فقد حوالي 20 إلى 30% من حدة النظر وهم يفاككون هم يقول لهم باتر ستتنازل مثل كذا 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 ودارت لأيام أنا كنت من عام الجمعية الطبية ما خلّوا وجاه نائب وزير وكان دائما لك لا شيء يسمع يتكرر فيه كل مرة هذا عن جهيته يقول هذا خبال ما يفتهم وبو محرول أمه مخرفة فيدخل عليك بالبعد الإنساني لذلك كانت ردة الفعل حتى من بعض الوزراء السابقين أن الطبيب الذي يتنازل عن حقه يحرجنا ويمكن يعرض نفسه للمسائلة لأن أنت الآن لما تعتدي لا تعتدي لشخصك كضحية لكن تعتدي يعتدي عليك باسم الفريق الطبي كله وعلى الخدمات الطبية تنازل آخر شيء هذا القصة أو تنازل للأسف وكمية الضغوط التي صارت عليها أنا رأيك هذه من ضمن الأشياء التي ثقافة المجتمع تسمح فيها أنا تركت لحضرتك لأنك تسرد هذه القضايا وهذا يسرد الجميل الذي تفضلت فيه وهذا شيء موجود اليوم أنتم كوزارة صحة هل ترصدون هذه الحالات التي قادت تنفي عندكم إحصائية تشوفون المسببات لهذه الحوادث فعلا هي كلها أسباب الناس متنرفزة على مفتاح وعلى كرسي وعلى كذا أم في أسباب أخرى أيضا أيضا لأطباء بشر وفي بعضهم مستفز وفي بعضهم من يقوم بإجراء خاطئ اتجاه هذا المريض فبالتالي ردت فعلي يعني يأخذ هذا الطفل أو يأخذ هذا المريض ويلجأ إلى أحد المستشفيات الأخرى ويجد العلاج ويجد الرعاية شوف أنا أتمنى تكون عندك ردة الفعل هذا أنتم تابعتوا عندكم حصائيات دكتور أخرى خلق خدمك شوف أول شيء يعني أنت لما تكلم عن مزارة الصحة أنت تتكلم عن مزارة فيها 60 ألف موظف فيها أكثر من 120 مستوصف فيها 6 مستشفيات عامة فيها حوالي 30 مركز تخصصي في اليوم يمر على خدماته حوالي 30 إلى 40 ألف يجري حوالي 5000 إلى 6000 عملية فلا شك أن هذا الحراك بإجماله يوميا ممكن يؤدي إلى شيء نحن نعتقد مقابل كل اعتداء يتم تسجيله هناك 4 إلى 5 ما يتم تسجيلها ومقابل كل اعتداء بدني هناك يمكن خمسة لفظي ويعني واثنعش إحائي أو إشارة أو كذا فبالتالي نحن نتكلم عن ظاهرة اليوم عندما نتكلم عن حصائيات للأسف ما يسجل هو ما يوصل للمخفر أو ما يفتح باب التحقيق منه بس في كثير من الأحيان نفس الممرضة والممرضة يتنازل خلاص أنا شليب الطلايب وروح مخفر الله يهدي وفي نفس الوقت أكو ناس يعني مراجعين في لحظة بعد ما يهدى يتأسف يتأسف ويعتذر فهذه الظاهرة موجودة لكن هل يتم تسجيلها وإحصائها وكذا يعني أمانة لم يطلب مني إحصائي عشان نسأل الشؤول القانونية بس ما أؤكد عليه أنه حتى ولو تم تسجيلها هذه تعتبر قمة جبل جليد هي قمة الهرم تحت كثير من الأعراض والأمراض طيب إذا حصل العكس يا دكتور إذا فعلا ثبت عندكم أن الدكتور أوهو المخطئ في حق هذا المريض أنت عشان توصل لهذه المرحلة يجب أن يكون هناك شكوى هذا حنا صارت شكوى مثلا ما أوصل عندكم هذا الأمر هذا ما يزال من الحالات يعني بحكم خبرتك الطويلة ماكتشفت أنه من غناية القضية ما ألوم أنا ولي الأمر تحصل يشو تصرفكم أنتو كوزار أول شيء لازم نثبت حقيقة أنه عندما نختلف نختصم ونحتكم يجب أن يكون في إطار القانون ولا نبرر استخدام اليد أو اللف أو الاعتداء هذه لازم تصير ثقافة أساسية عندنا نحن من حق كل مراجعي يرى أنه في تقصير أو في تطاول أو شيء لا يعني يتفق ومهنة الطب الإنسانية ولا الحرم اللي نعتقد اللي هو المستشفى أو ماكن العلاج للناس تأمن أسرارها الخاصة مع شخص يفترض فيه أنه يمثل قمة إنسانية في هذا الموضوع هناك آلية الآلية أنك تسجل سواء خدمة المواطن سواء مدير المستشفى سواء رئيس الأقسام هذا التسلسل يأخذ وقت بس في النهاية هو الأسلم وهو الأوقع وهو الذي يصل تتخذون إجراء دكتور بعض الناس ما تذقق يقولك وقدم شكوى ما عارفهم ورابعهم بغمت هذه الشكوى هذه مقولة كل الناس يأخذ عليهم لا أمانة نحن عندنا في إدارة التراخيص لجنة التحقيقات وفي كل مستشفى ومنطقة صحية هناك لجنة التحقيقات وعندنا مدير إدارة التحقيقات وعندنا وكالة قطاع كامل للتشريعات ووكيل مساعد للشؤون القانونية هذين كلهم مواجب دائما المؤشر الحيوي لكل وزارة الصحة بحسن أداءها هو رضى المريض هذين كلهم في خدمة المريض أولا وآخرا كلام جميل إيه بس إذا تريد يعني يا أما تجرب ويا أما تسجل بالصورة الذهنية الانطباعية لأن مقابل يعني دائما إحنا كمجتمع يكسفني أني أقول ركز على السلبيات مقابل كل سلبية هناك إذا ممكن عشرات تبقى المشكلة دكتور أن الناس تشوف العقوبة تقع على هذا الشخص الجاني المخطئ هذا الشخص اللي مد إيده وهذا شيء خطأ و المفروض أنه يكون فيه ثقافتنا نهائيا متفقين في هذا الموضوع لكن إن حصل هذا الأمر تجد العقوبة عليه و تطبق عليه القانون و دير بالك و 500 دينار و ثلاثة شهور و يروح يسير لكن العقوبة التي تقع على الدكتور لا يراها هذا المراجع هل لنا الحق اليوم إحنا كوزارة صحة أن نعرف هذا الشيك أنا راشد اليوم تقدمت بشيك و عندكم هل لي الحق أني أنا أطلع بعدين شلو العقوبة التي خداها هذا الدكتور طبعا تجدوني أطلع عليها طبعا لازم لأنه عندك لجنة التحقيق تصدر أحكام و تتراوح ما بين أسهلها لها لفت النظر و الخصوم و الخصوم يتراوح من أيام إلى أسابيع إلى أشهر و بعدين هذا داخل اللجانة التي تحقق إذا تكلمنا عن جوانب فنية فهي اللجانة مختصة من استشاريين هي تفتح المجال لمتابعة الإدانة و المتابعة أمام النيابة العامة و غيرها و تحصل حالات و في ذاكرتي القصيرة مع الوزراء هناك أطباء فقدوا مهنتهم تم إنهاء عقدهم و تسفيرهم إذا كان غير كويتي قبل شهرين في طبيب كويتي ظهر بصورة نعتقد أنها تخالف القوانين بعملية شفط الدهون تم يقاف عن العمل ستة شهر زين هذي كان فيها إساءة المهنة يقاف عن العمل في الخاص والعام ولا بس في الخاص بما أنك ذكرت و إذا كان يمارس العمل بالسر شنو ممكن إجراءكم التجاه أكيد السر إحنا ما مشغلتنا نطق الودع و نصيده لكن إذا وصل لنا راح يتعاقب مرة ثانية في عقوبة و مغلظة ما يجوز حقيقة لأنه لازم يصير في هيبة القانون نحن نتكلم بهذا المفهوم يبقى إحنا الآن عندما نوصل لقانون حماية المهنة الطبية نراهن على أنه لازم يصير فيه ذراع تنفيذي يحقق الضبطية القضائية و على الرغم من ذلك نريد و عدم التكرار و إرسال رسالة للمجتمع لكن أمانة أنا في ضميري أرجو أن تصل الرسالة أن الناس لم يتمارس هذا الشيء اقتناعا لأنه مثل ما أنت تروح بره و تلتزم بمنع التدخين و تلتزم بالطابور و تلتزم بالنظافة العامة يقول لأن الكلمة تلتزم لازم يبدأ يبدأ بنفسه أنا معك دكتور أحمد سلاس بأثير و يسعدني و سأهل التعليق أخير مع المشاهدين في هذه القضية لكن هذه الظاهرة تشوفها زادت الآن بفترة هذه زادت ما هي سبب زيادته قبل لأي ما تفضلت فيه جانبين أول شيء الآن التوثيق و النشر في السوشيال ميديا أكثر فبالتالي أصبحت تستقطب باهتمام أكثر لكن أيضا هذه ترى لا يمكن يعني وزارة الصحة ليست جزيرة معزولة عما يحصل في البلد صاحب اليونيفورم زي الرسمي رجل أمن الأسف قاعد نشوف ينطق المعلم ينطق كل شخص أصبح يعني نرفز على أقل شيء الواحد يمديده و هذا الغرس من عومة أضافر الفقرة السابعة التوعية للأطفال الطلبة لطلبة الجامعة الدولة لو تسوي توعية ينفع دكتور أكيد بس التوعية يشوف حتى بالتوعية الصحية لكي تصل يجب أن تكون تحقق الاستدامة نعم و يعني حمنا نقول لما نسوي أنت حملة يجب أن يكون ثلاث حملات بالسنة لمدة ثلاث سنوات على الأقل عشان تغير الخطاب والمفاهيم و ننجح إذا حولنا التوعية من معرفة إلى معتقد ثم إلى سلوك صحي إيجابي بنفس المنطق اليوم عندما نرسل رسالة بأنه من يخطئ يعاقب و بنفس المنطق أنت أحيانا وصل مرحلة بحيث أن تقول هذا خطأ يقول لك لا هذا خطأ صغير مقابل خطأ أكبر يعني الشيء و بالشيء يذكر لما طلعت عافية شككوا في كل شيء و قالوا أنها تنباع و أنها هناك من سيخالف بالشعب الكويتي نرباء من المتقاعدين نرباء بأصحاب المهنة أن يعملوا شيء فهو يقول لك أنت على 17 ألف عافية الدنيا في ناس تسرح وتمرح بالملايين مجرد المقارنة هذا خطأ و هذا مدام أنت تسمعه في كل مكان يجب أن يصير الواحد يبدأ بنفسه و يحرص على أن لا يضع في ذمته ولا ممارسة دينار عشان يستوي الدينار مثل عشرة آلاف دينار وهذه من الأشياء التي نحتاج أن نرسلها و نعوّل كثيرا على ما يسوي المسلسلات و الأفلام و الرجال الأعلام و التربية أن تصل الرسالة بوضوح أنت الحد الأدنى كل سنة نغني بمل أفواهنا و قلوبنا و عقولنا للكويت الحد الأدنى أنك تلتزم بالقانون هذه هي المحك العملي في رد جمال الكويت لك أنك تلتزم بالقانون و تفاقر فيها و تحتكم و تختصم إلى دولة القانون لو نجحنا و فرحنا أن نستثنون من قانون أو تمد الغضب البصر لأي سبب من الأسباب من سطوة القانون و تواترت هذه الأشياء الهيب الضيئ و هذا ما لأنه نريده نعم دكتور أحمد الشيطة سعد جدا باللقاء معاك و شكرا لقبلك هذا الدعوة و موفقين إن شاء الله و تحية كبيرة لكل العاملين بوزارة الصحة من الكادر الإداري و الكادر الفني و الكادر الطبي كل الشكر و التقدير لهم الأمانة بارك الله فيكم و جهودكم إذا من رسالة سريعة بالختام يعني نحن نتعبد في خدمة هذا الشعب الطيب و صحة المجتمع هي أمانة في أعناقنا حتى نصل إلى مرحلة نتكلم فيها عن الجودة و نتراهم فيها على النوعية نريد أن تتكاثف الجهود لأن الصحة مسؤولية مشتركة بارك الله فيك و شكرا جزيلا دكتور أحمد الشطي المتعدد الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية شكرا جزيلا لك شكرا شكرا